السلامة الخير مشاهدينا الحلقة جديدة إن شاء الله النهاردة وتكون حلقة مفيدة لكم هنتكلم فيها على الرياضة واهتمامنا بها خصوصا في مرحلة الطفولة وإحنا دخلين على الأجازات ضيفي النهاردة كابتن أحمد فرق مخطط أحمال منتخب مصر سكواش سابقا أهلا بحضرتك رياضة بتلعب دورك كبير جدا في حياتنا دلوقتي يعني نفناش بنهتم بها قوي زمان للأطفال يعني إحنا كأمهات دلوقتي أطول تمارين ورايحين وكده عايزة أعرف حضرتك نبتدي معهم من أمتى وإيه أحسن حاجة اليوم في الأول يعني أصدقى ببتدي معا إيه هو أولا بشكر حالتك على الاستضافة أهلا بيأول حاجة شكرا سانيا الرياضة نقدر نبتديها للأطفال من أول سن سنة حاليا برامج جديدة كتير جدا السنة داية بيبقى فيه برامج تجربية في السباحة والسن الصغير ولكن لو جينا نتكلم على بداية العمر الرياضي أو بداية التأهيل للرياضة بداية من ست سنين بيبتدي الولد أو البنت يفضل أنهم يلعبوا التمرينات فيها مرونات وستنشات كتير عادة فنحن بيبتدي الجنباز وبعدين سباحة الله نعرى ماشي كرا صح اهه تمام بتبقى الجنباز الأول لمدة سنة أو سنتين لو مش هيستمر في اللعبة كبروفيشنل بعد كده بيبتدي ياخد سباحة أنا أعملت تأهيل كامل للمفاصل والعضلات مع الاهتمام طبعا ببرامج تغذية من أول السن الصغير التركيز على الفواكه والتركيز على الخضرات البرامج الغذائية اللي بتبقى فيها نسبة بروتين كافية اللي اتعاد عن الحلويات والفاستفودز على قد ما نقدر ويبتدي بقى مرحلة التأهيل الرياضي اللي ما تريد بقى نخش في الطورة بتبقى بداية من أول 8 سنين نقدر نقول اللاعب دوت أو الولد أو البنت دول مؤهلين لممارسة اللعبة ديت بعد كده ببتدي بقى كل مرحلة عمرية بيبقى لها البرامج المناسب لها على حسب نوع النشاط الممارس طب الأول اختيار اللعبة هو اللي بيحددها ولا مثلا بتبقى الحسب الميول يعني أكتشفه إزاي والله يبصي يعني هي بيبقى في حاجات الولد أو البنت هم اللي بيحددوها هم اللي بيختروها نتيجة أن مثلا أخويا الكبير كان بيلعب حاجة فأنا حبيتها أو بيبقى في حاجات اسمها الكياسات الجسمانية كل لعبة بيبقى لها مواصفات جسمانية مناسبة لللعبة ديت يعني لعيب سكواش غير لعيب بوكس غير لعيب كورة غير لعيب مختلف المفروض أن المحطط أو المدربين اللي مسؤولين عن اللعبة بيبتدي يبقى هو عنده زي كياس بدني ومن خلاله اللعيب دوت أوه ممكن يخش في اللعبة ديت وبتدي أمارس فيها وبعد فترة بيبقى من كل مثلا من 3 ل 6 شهور لازم يتم متابعة يعني أول الطفل بيروح يعجب بحاجة سواء كان ليه أخ كبير بيمارسه أو أب أو حد في العيلة دي أكتر نقطة مؤسرة يعني دي بتبقى أكتر نقطة مؤسرة أن أنا معجب بحد أو مرتبط بلعب معين أو في حد شاردني فبتدي أتوجه للعبة فالناس كلها بتستسل وتدخل كرة قدم والله ممكن ده بنتيجة أن الكرة مسوقة إعلاميا بطريقة كبيرة فمعظم الجيل اللي طالع الوقتي نفسه يبقى محمد صلاح نفسه يبقى كذا يبقى كذا يبقى كذا فأعتقد فيه أمثالة كتير هي دي اللي شدة للشباب والأكاديميات بتشتغل عليها كتير دلوقتي جدا 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 بقى موضوع فيه استثمار كويس طب أنا عايزة أخد في مجال حراكة مخطط أحمال عرفنا بقى يعني إيه مخطط أحمال والله مخطط أحمال دي دي تعتبر المرحلة رقم 3 في الإعداد البدني وهي إننا لما بيبقى معي بقى دي تبقى مرحلة شوية متقدمة جدا مع اللعيد وببتري بناء على الحمل التدريبي بناء على السيزون بتاعه هو عنده مثلا بيتمرن في خلال السنة عنده بطولات مثلا عنده أربع بطولات خمس بطولات في السنة بناء على البطولات دي بيبتري يتحط الحمل التدريبي سواء أعداد عام فيه جاري وحاجات كلها تدريبات عامة أو أعداد خاص للعبة ويبقى فيه بقى تمرنات مخصصة للعبة اللي بيمارسها بالإضافة إلى الاهتمام طبعا بالجزء المنتل ترينينج أو الجزء النفسي مع الاهتمام بالجزء التأهيلي كعلاق طبيعي مع الاهتمام بالتغذية يعني بيجي حضرتك اللعيب على شكل متخصص جدا يطلب من حضرتك أنا بلعب رياضة كذا فأنا عايز أخذ المخطط للتحليل بالضبط كذا بيتعمله تقييم بدني وجسماني وتقييم لنسب الدهون والعضلات اللي موجودة في الجزء من خلال موازين متقدمة وبعدها بتعمل تقييم للعبة اللي هو جاي يمارس فيها المحارات الأساسية بتاعت اللعبة وبناء على عليه وبنتاخد البيانات بتاعت السيزون زي ما قلت لحريك الخطة بتاعت الموسم بتاعته وبناء على عليه بيقدم تحديد البرنامج المناسب لي من سنة كم؟ يعني لو حد فريق مثلا من سنة كم نبتدي ندخله موضوع في حالة ممارسة الرياضة للاحتراف من أول سبع سنين بتقدر من هو يبتدي يخش ما أنا بقوله ما تدخله مش في فترة البلوغ والله يبص أقوله حليل حاجة هو احنا كل سنة العلم التدريبي بيتطور وكل شوية بتلاقي أحداث جديدة وبتلاقي تطورات في العلم حاليا من أول من أول سبع تمن سنين يقدر طالما أنا هاخد ابني وعايزه يوصل إنه هو يبقى بطل في اللعبة دي لأ أنا المفروض أبتدي معامل بدري أبتدي معامل من أكله رقم واحد من نومه من العادات الغذائية والعادات الشخصية بتاعته علشان أقدر أوصل بي لأنه عنده 14-15 سنة يبقى هو خلاص خادل شخصية البطل ودي نقطة مهمة نعمل العكس احنا بنتزي لما وصل 14-15 سنة وده اللي بيضيع قاعدة كبيرة جدا من الممارسين يعني إحنا ممكن يبقى عندنا موهوبين كتير جدا في فترة صغيرة مع سوء التدريب وعدم الاهتمام بالعناصر اللي أنا وصله بيها البطل عالم بيوصل لـ 15-16 بيكون لإلا زهق لإلا أصاب بالأحباط لإلا حصل إصابات لأنه مشيتش معامل بالضبط طب بيجي الحركة يعني البرنامج الأساسي بيبقى تغذية طبعا صح؟ وبعدين بتكمل معي إزاي؟ لا البرنامج الأساسي بيبقى تدريب ومعها برنامج غذائي ومعها برنامج نفسي وبعاية متابعة مع دكتور علاق طبيعي ده فكرة تخطيط الأعمال دكتور علاق طبيعي لازم بيبقى موجود مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر بحد أقصى ودوات لمتابعة لأن التدريب ممكن يسبب بعض في بعض الأحيان يسبب بعض التشوهات القومية والتشوهات القومية دي لما بتحصل ودي معظم الألعاب بيبقى فيها تشوهات نتيجة اللعبة وممارسية اللعبة متخبط أو ممارسة أنا بلعب مثلا بإداء اليمين كاسكواش مثلا فكتب يحصل لي حاجة اسمها اسكوليوسس كدفة أعلى سنة هنا دور العلاج الطبيعي إنه هو بيساعد المدرب إنه هو خلي بالك ده هنا فيه مشكلة معينة في العضلات يشتغل عليها فبتدي ياخد المدرب الكومنت داية ويبتدي يشتغل عليها كل مكان جسم اللعيب متناصق كل مكان سرعته تقدر تحسنيها القوة التوازن كل عناصر تقدر تشتغل عليها طول ما أنا جسمي مصبوطة بتقيسه بقى نسب الفاتس والوزن وإيه كمان؟ والله يبصي فيه موازين جديدة التالي بتطلع على الوقتي بتطلع زي شيط كامل الشيط دا بيطلع نسبة المية والدهون والعضلات ونسب العضل والعضلات في كل جنب والعضلات في الإيد اليمين والإيد الشمال والرجل اليمين والرجل الشمال بحيث إنه هو هو دي فكرة تقنين الحبل إنه هو أنا ممكن يبقى عندي مثلا إيدايا اليمين أزيد من إيدايا الشمال مثلا سنتي فإذا أنا دوري الوقتي لما شفت التقييم دا إن أنا أعمل بالانس بين إيدايا الشمال وإيدايا اليمين لأن دا هيفرق مع سرعة العيب ومع قوته كل ما جسمي بيبقى فيه بالانس فعشان كده الموضوع بيبقى محتاج دقة أكتر محتاج تركيز في كل معلومة بتطلع طيب بياخد وقت قد إيه يعني مثلا بيحتاج كم مرة تمرين في الأسبوع التدريب هو عملية بتبتسم بالاستمرارية يعني طول ما هو بيلعب طول ما هو بيتمر ما لهاش آه أو لأ ولكن بتبقى الأيام وجرعة تدريبية اللي هو مدة التدريب ساعة نص ساعة 45 دقيقة كل دوت بيبقى ليه علاقة بالسن وليه علاقة بالمرحلة اللي أنا بقالعب فيها وليه علاقة أنا عندي بطولة ولا ما عنديش ولكن هو الأفريج المتعرف عليه بيبقى من 3 ل 5 أيام في الأسبوع ده كأعداد بدني أو كتدريب بدني من 3 ل 5 أيام في الأسبوع مع اختلاف البرنامج في خلال الخمس أيام دول بيبقى تنصيق ما بين حضرتك والمدرب اللي موجود في اللعبة ده مهم جدا لو ما حصلش تنصيق مش هنوصل للنتيجة وهيبتدي في خلال المرحلة التدريبية بيبقى فيه لازم يبقى فيه up and down لازم يبقى فيه مشاكل لو ما فيش ارتباط بين الـ team اللي شغال مع العيد هتلاقي كل واحد بيبقى المشكلة على الطرف الآخر أنا كاة فتنس بقول لها ده التغذية ما عملوش بلنامج كويس أو التغذية يقول لا ده أصلي كذا لكن لو بيبقى فيه ارتباط وان الفريق اللي مع العيد ده شغال فريق مع بعضه بنبتدي نقعد وبيقى فيه ميتينج مثلا مرة كل شهر بنقعد نشوف مين عنده مشكلة في كذا طب أنا عندي اللعب يتحسن في الحيطة لي فكل ده بيبقى في مصلحة اللعب ويبقى توفير في الوقت وتوفير في النفقات هو أغلبية النوادي يعني عشان إحنا بقلنا فترة في مضوع الرياضة فأغلبية النوادي ده هو مدرب اللعبة بس اللي تقريبا موجود ومعاه الدكتور لك طبيعا ده لو حصل إصابات لكن هي ما بيتدرجوش لحاجة غير كده أنا شايفين فيه أهمية جدا لحال مجال حضرتك اللي هو مخطط أحمال يعني هما ليهم بس مجرد هما بيدخلهم الجام وخلاص هو كده يبقى الموضوع عدى يعني يعني خليين أقول لك حاجة طبعا كلامك مزبوط بالنسبة 200% يمكن بره الموضوع بقى يعني ده بقى كلية يعني بطلع مخطط أحمال مش بطلع بكا بيوستر بقى ده لأ أنا طالع مخطط أحمال تخصص أكتر في الحتة ده والكويمة المادية للشخص اللي شغال في الحتة دي لأ الكويمة بتاعته عالية جدا لأنه أساس في عملية الاستثمار الرياضي خلينا نتفق إن الرياضة لإلا ممارسة عامة لإلا ممارسة الاستثمار ممارسة الاستثمار إن أنا عايز إبني يبقى بطل زي يبقى بطل العالم اللي موجودين سواء سكواش أو تنس أو 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 في الحالة دي لأ أنا لازم أمشي بالاتجاه اللي فيه تقنين للحمل وفيه فريق شغال مع الولد ولكن الممارسة العامة لمجرد إنه عايز يخس شوية أو عايز يتمرن كده فورفان آه لأ دي في الحالة دي مش محتاجة تصرفي مصاريف كتير أو تتاجهي تصعبي الأمور أكتر ولكن في حالة إن أنا شايف ابني أو بنتي موغوب في لعبة أو أنا عايز أوصل به إنه هو يبقى بطل في الحتة دي لا أنا محتاج إنه هو يمشي بجهاز فني كامل محطة أحمل وتخزية علم نفس مدرب فني الموضوع كبير الموضوع كبير بس لما بتلاقي مديا قصدي يعني مديا طبعا يعني بيبقى لي رقم طبعا بيبقى مكلف مديا ولكن النتائج بعد كده بتبقى كويس لأن الحاليا بقى لما بتلاقي بطل بتلاقي فيه شركات بتعمل رعاية للبطل دوت فيه إنكم جاي لللاعب بتلاقي الأندية بتتعاقد معاك كلاعيب مش بتتعاقد كواحد جاي في أكاديمية فيبتدي يعني هي بتبقى على قد ما تصرفي على قد ما تلاقي ليه نظرة حضرتك في أنك ترشدوا الحاجة تانية مثلا بيكون بيلعب لعبة معينة وبعيني جاي حالك تقوله لأ أنت مقاييس جسمك أو كده لأ أنا شايف أنت تلعب دي أحسن والله أحيانا بتحصل معي يعني بالذات في حيط التخصصي كسكواش أحيانا بيجي لي لعيبة في سنه صغير وبلاقي أنه هو بابا وممت ومم اللي ضغطين عليه أنا عايزك تبقى فكال خش يلعب خش يضرب في أوتوماتيك أنا بنصح لأب والأم الأول مش اللاعب يعني بيبقى لأب والأم اللي بحتاجيني النصيحة الأول بعد كده بيبتدي بقى توجيه لللاعب لمجموعة ألعاب تانية وحصلت أمثالها زي دي كتير في يعني في خلال الكارير بتاعي يعني في لعيبة مثلا كانت بتلعب سكواش ومضغوط عليها قوي وسابوا لسكواش وبقى هم اللعيبة كويسين جدا في هندبول وفي الناس تانية لها بكورة بقى هم ممتازين جدا برغم أنه في السكواش ما كانتش محقق أي حاجة هي القصة طبعا محتاجة توجيه صح ومحتاجة بس ثقة طبعا وحدك معينا لازم نتكلم على سكواش والسكواش في مصر يعني كان عامل ضجة كبيرة جدا في فق يعني على أيام أنا كان أحمد برادة وكده بعد كده أحنا عشان أنا من هليابلس فبنعرف كتير بقى نور الشربيني والناس كتير ونور الطايف هليابلس نور الطايف نور الطايف آه نور الطايف كان قبل ما يبقى في دجلة اللي هاتي يعني ليه مجال عندنا احنا في النادي كبير يعني وسيط لازم كلمنا بقى على سكواش في مصر وصل لحد فين وإحنا فين من العالمية دلوقتي كبير لسكواش في مصر لسه كان لغاية تنبارح كان فيه فاينة البطولة باسمها بطولة ماسترز بطولة الأسادزة ودي بطولة العظمة زي حاجة زي في التانس نفس الفكرة بيبقى أفضل ثمن لعيبة على مستوى العالم اه مبارح لسه اللي كسبان البطولة داية اللعيبة نوران جوهر ودي بتلعب في وريد إجلا واللعب مصطفى عسل وده بيلعب في الأهلي ودول يعتبروا يعني أفضل اتنين حاليا في العالم دا مش كلامي دا كلام البطولة والبطولة كان فيها تمانية وتمانية منهم خمسة مصريين وخمسة مصريات حالك بتتكلم عليها بعمار معينة ولا؟ لا دي دين اللي هي الرجال وسيدات دي ليسة كانت بتلاعب يعني الفاينة كان مبارح وخدنا حاجة ولا؟ خدنا الأول الرجال والأول سيدات الأول نوران جوهر والأول رجال خدها مصطفى عسل التصليف بقى تضوء على الحاجات اللي زي دي المفروض تحصل لأن احنا ما نعرفش غير كم اسم بعد ما بيبتدوا يطلعوا وخلاص سيدهم يتزع جامد يعني هي طبعا يعني آخر سنتين تلايطة بتدى يبقى فيه يعني أنا بشتغل في الحتة دي بقى ليه أكثر من 17 سنة 18 سنة وكنت مرنت فترة كبيرة جدا بطت لعالم رانيم الوليلي قبل ما تعتزل حوالي 11 سنة كنت المدارب بمخاطط الأحمال بتاعها آخر سنتين تلايطة بتدى يبقى فيه دعم إعلامي بتدى يتحسن شوية بتدى الموضوع يظهر يعني بتطلع تتزع في التلفزيون أحيانا قبل كده ما كانش موجود نتمنى بقى الموضوع يبقى ايام برادة كبتتزع نتمنى احنا كنا بنعود له زي مطسط كان التسويق لبرادة كبرادة حاليا التسويق بقى لسواش لأنه عندنا أفطال كتير يعني مازال الموضوع ماشي كويس وعندنا من واحد لسبعة على العالم رجال مصريين ومن واحد لسبعة على العالم سيدات مصريين وافطال صغاية طيب آآ ما زال عندنا برضو أوائل يعني أوائل العالم تحت 19 لو ديها في تمتل علم تحت 19 رجال وسيدات برضو مصريين عندنا تفرق في السواش الحمد لله طيب الحمد لله دي أنت تبدل على طول يا رب 謝نا عندنا تفرق كويسة الحمد لله من أول المراحل حتى من أول 11 سنة في البطولات اللي بتبقى خارجية برا مصر اللعيب السكواش ليه مواصفات معينة حديك بتشوفها اه طبعا اول حاجة شخصية يعني لازم لانها لعبة فردية عنيفة تعتبر بتصنف من الالعاب العنيفة فلازم يكون عنده شخصية عنده شخصية هو عنده اسرار انه هو يلعب ده اول حاجة ده مواصفات الشخصية من نسبة لمواصفات الجسمانية لازم يبقى عنده تناسب في جسمه وبعدلاته وده بيبن من خلال التقيمات البدنية ومع التدريب يعني متابعة التدريب يبتدي العناصر دي بتتحسن يبتدي القوة بتاعته تتحسن لازم ياخده هو طفل صغير يعني يعني يفضل من اول ست سنين ونصف سبع سنين بالنسبة لسكواش يبقى حتى ممارسة لمدة مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع علشان يبتدي يفهم اللعبة لان اللعبة فيها معارض كتير جدا فبحتاج يبتدي من بدري بداية سن المنافسة من اول حداشر سنة يعني اول سن يقدر ينفس فيه تحت 11 سنة في لعبة ساعات ممكن تبقى متوازة يبقى عنده 8 سنين وبيلعب تحت 11 وفي لعبة عنده 10 سنين وبيلعب تحت 11 كتير بيخافوا تبقى الرياضة هي يعني بتعطالهم عن الدراسة والحاجة المعنى الفكر ده دلوقتي ما بقاش موجود قوي يعني اغلبية الناس ببقى عارفة عايزة انهم ممكن يكمل الدراسة يعني هقولك حاجة بحكم بقى شغلي في السكواش انا يعني تقريبا مسبت 100% لعبة السكواش كلهم مخلصين هندسة وفي ناس درسة برا في امريكا ومخلصين جديداتهم بشوفوا ان الرياضة بتخليه منظم اكتر يعني بيبقى محتمد على نفسه منظم اوي وقته عارف ان ده وقت قدامي قد كده عشان اخلص الوقت اول حاجة الرياضة بتخلي تنظيم للوقت ركب اتنين الرياضة بتخلي دايما عنده حافز انه هو بيزاكد بسرعة عشان عنده تمرين وراح يشوف اصحابه ما هي برضو الرياضة ما هو مش الموضوع مش تعذيب يعني هو بيروح يتمرد ساعة ويقعد مع اصحابه شوية بيكلم مع المدرب بيأكل حاجة فالموضوع بيبقى بالزبط هم تتخذ ان هي ده حافز يعني لأ زاكر قويس اعمل نتائج كمل بتنصح المدارس يبقى فيها ايه يعني من ازاي ننشط الرياضة في المدرسة والله هو كان يعني زمين قوي قوي على ايام انا كنت في مدرسة كان الموضوع في حاجة اسمها اللي هو ناس بتنزل بتعمل زي اختبارات لطلبة المدارس كان في زمين اوي دوري بيبسي الحاجات دي طلعت ابطال كويسة جدا احنا محتاجين نرجع تاني للقصة ديت ان هو يبقى فيه حس التربية رضاية تبقى مش مجرد ان الولاد بينزلوا يجروا خلاص لا لازم يبقى فيها اكتر من نشاط بيمارس في المدرسة محتاجين المدارس يبقى مخصصة مكان لممارسة النشاط الرياضي دي نقطة مهمة ازاي امارس وانا ما عنديش حتى خمسين متر امارس فيه مرياضة محتاجين طبعا متابعة تغزوية الدكتور تغزوية بقى بيشوف على الولاد لان لو انا عندي انا عمري ما اعمل تحصيل دراسي كويس اساسا محتاجين متابعة للعلاج الطبيعي للولاد من اول السن الصغير نتيجة تشيل الشنطة والقاعدة غلط كل الحاجات دي بتعمل تشوهات قومية لو تعالجت في سنه صغير اكيد الموضوع يبقى احسن الرياضة احسن حاجة يعني احنا بقى بالنسبة لنا خلاص كبرنا شوية ومارسناش رياضة قبل كده امارس رياضة الصبح بعض الظهر يعني نصيحتك لنا ايه امارسة رياضة او ممكن حاجة في يعني السن يكبر شوية ينفع يعني خلاص ما بقاش مدارس وجامعات وحاجات كده ينفع نرجع نشترك في الرياضة انا معطلد على حيثة السن البر الرياضة مالها السن يعني ممكن ناسي عندها تسعين سنة وبتمارس الرياضة الرياضة هي عبارة عن عادة زي ما حالك بتحبيه مثلا فيه ناس بتحبي تكون فكرة انا اعرضي الرياضة كلعبة مش كجاري او مثلا كلعبة بس بعد سن الجامعة هتمارسي اي رياضة بتحبيها تقدر يتمارسيها بس مش هتخشي في مرحلة المنافسة يعني مش هتمصالي ان انا ابقى بطل بعد ما اخلص الجامعة محتاج ان انا امارس وانه زايا ولكن بعد سن الجامعة اقدر امارس رياضة او طبعا اقدر امارس اي نوع رياضة طبعا الجماعات ايه المناسب بالنسبة للراجل افضل حاجة ان انا اخلي العادة تبقى عادة فيها استمرارية فالافضل ان انا اخليها من يومين لتلات ايام في الاسبوع أنا حاطت لنفسي جدول زي ما أنا عندي شغل كذا عندي كذا يبتدوا بإيه بقى ماشي وبعدين الجاري والحاجات دي على حسب الحالة بقى على حسب التقييم خلينا نتفق إن شغلي مع البروفيشنل علمي إن أنا لازم أبقى البروفيشنل حتى لو شخص مش بطل حدريك مثلا هتروح للجنف أنت محتاجة تعملي التقييم بناء عليه بيتقلك مثلا أنا محتاجة أطماراً ثلاثة يام محتاجة أعمل كذا المدرب اللي موجود المفروض إن هو بقى بيقولك هنبتدي بمشي مثلا لمدة عشر دقائق يبقى فيه سيركت ترينينج على الماشينز مثلا تدريب تائري على الأجهزة مجموعتين أو ثلاث مجموعات هنضبط الأكل بالشكل الفلاني وأهم حاجة بيبقى فيه متابعة كل من ثلاثة شهور لست شهور متابعة التقييم طول ما أنت بتلاقي فيه تطور في الميزان بتاعك تطور في المقاسات تطور في الهابتس في العادات بتاعتي يعرف أنت ماشي في الطريق الصح طيب النصيحة بقى حدك تقولها أنا كده عمتا قبل ما نخطب الفقرة للرياضة عمتا يعني أنا عندي ابن عايزة دخله مجال الرياضة وخليه يستمر فيه ويبقى حد كده لنفسه حتى مش لازم يبقى حاجة يعني مهاري فظيئ أهم حاجة أن أوضح له فايدة الرياضة وأهميتها ودي له دايما أمثال نجحة للمحيط اللي حوالينا بالناس رياضيين هتلاقيه لوحده ابتداء يتجه للاتجاه دوت رقم اتنين المتابعة معاه فإن أنا أروح مع مرة واثنين وتابع واشوفه باتمارة مع مين رقم ثلاثة أن أنا أسأل على السرتيفكتس بتاعة المدرب اللي شغال معاه مش أن أنا وديته مثلا النادي وسبته لأنه برضو كل مجال زي ما فيه كويس فيه الوحيش ما دي ما تبقاش بأيدينا بعد على حسب النادي بناء يميل من المرحلة دي بس برضو كواليه أمر أنا برضو من حقي أن أنا أعرف النادي ده وأعرف النادي جاي بفلان كابتن فلان كابتن فلان ده سهل جدا فدي من الأساسيات المهمة جدا أن أنا أتابع ابني في التدريب أتابع المدربين بتوقعه أتابع مستوى بتحسن أتابع على العادات الإسلوب وبقى للتمرين بقى كويس طب ولو حد ليه في كذا سؤال بقى أخير يعني لو حد أنا بنتي كده بصرع ليها في كل الألعاب يعني نابة كل الألعاب وكل حاجة فيها بروفاشنال جدا أن توصل فيها لمرحلة كويسة وخلاص أنا مش عايزة كامل وتروح نقل على لعبة تاني وبتحقق فيها امتيازات برده أتصرف معها إزاي تتصرف معها إزاي طالما كويسة في كل حاجة أنت متضايقة منها مش راضي يا ترسي على لعبة معينة يبقى لسه موصلتش اللي عندها كم سنة عشر مش عشر شخص الموضوع يا مثلا أكلم في التفل لو كان حاجة زي كده دي حاجات بتتكرر يعني يبقى هي لسه موصلتش لمرحلة الإعجاب للعبة معينة وممكن يبقى فيه جزء عليها وجزء على المدرد يعني برضو زي ما العيب على الولد أو البنت عليهم دور المدرب عليه دور أن أنا شد اللعي بتاعي وأن أنا خلي يحب اللعبة ولكن تسبيها طالما هي متميزة في أكتر من حاجة في خلال سنة سنتين هتلاقيها تتجه لحاجة للعبة معينة فيه ودي حاجة كويسة تميزه أكتر من اللعبة ده بيدل على الزكاء وبيدل على القوة فدي حاجة كويسة جدا مميزة فيهم كلهم البادل بقى اللعبة الجديدة اللي ظهره ما بين السكواش والتينس وعمل حيرة في الأجواء عامدنا دلوقتي بس ملهاش مدربين كتير ومش عارفين نفسها على حاجة بس بيعملولها بطولات يعني ابتدى ابتدى يبقى فيهم بطولات استعراضية وهي اللعبة دي كمان اتحطت تحت الاتحاد السكواش يعني بقى الاتحاد المصري السكواش والبدل فبقيت موجودة وفي احتماليا يبقى فيها بطولات عالم وندور لها على مدربين مش لقين بصراحة يعني كتير مفروض اعتقد الاتحاد بيتجي نداء بقى حضرتك تبيننا نداء كده وصلنا عليها اعتقد الاتحاد هيتجي ان هو يبتيني يعمل دورات للمدربين لان هو ممكن مدرب التينس والسكواش ممكن يشتغلوا في اللعبة دي بس بيقوموا يحتاجين هي جامعة بين الاتنين هي جامعة بين اللعبتين طب احنا صعدة جدا حالكوتي معنا وشرفتيني حقيقة النهاردة ولينا كلام كتير مع بعض تاني شكرا جدا ان شاء الله نروح فكرة تانية ونرجع لكم شكرا جدا لحضرتك